اسمحوا لنا مشاهدينا في بيت للكل وبالتحديد من استوديوهات التلفزيون الأردني أن نرحب بضيفنا الكريم عميد كلية الأداب في جامعة مؤتة الدكتور ماهر الأستاذ الدكتور ماهر ألم بيضين أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا بك دكتور دكتور ماهر كثير ما نسمع بمصطلح المحتوى الرقمي العربي على شبكة الإنترنت ماهو هذا المقصود لماذا نستخدم مصطلح المحتوى العربي بالتحديد ستة أولا بداية أشكركم على هذه الاستضافة أهلا وسهلا في برنامج كبير مثل برنامج بيت للكل هذا البرنامج الذي له من اسمه نصيب إن شاء الله فالبرنامج متابع بشكل كبير جدا وأنا أتابعه شخصيا الحمد لله من خلال هذه الموضوعات الثرية جدا ثقافيا اجتماعيا سياسيا فأنا أشكركم على هذه الاستضافة وطرح هذا الموضوع المهم جدا نعم الآن حديثا شاع ما يعرف بالرقمنة والتحول الرقمي نعم هذا التحول الرقمي يعني المواد المخزنة تلقائيا أو تقليديا في الورق تنقل بوسائط إلكترونية حديثة على شبكة الإنترنت يتم إتاحتها للجميع على شبكة الإنترنت بعض الشركات أو المؤسسات التعليمية إلى آخره تكون لها خصوصية معينة فقط يكون هذا المحتوى متاح للمؤسسة أو الجامعة للخصوصية للخصوصية أنه بمعنى أنقل هذه من وصائط تقليدية إلى وصائط إلكترونية حديثة ونشرها عبر ليس فقط الإنترنت عبر وسائل التكنولوجيا المتاحة كلها الحديثة الأقراص وغيرها أقراص أفلام فيديوهات معينة ممكن حتى على وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تنقل هذا المحتوى العربي الإلكتروني حتى يصبح هذا متداول بشكل سهل جدا أمام الجميع وحتى نشره للجميع بيكون قد وصل إلى كل المؤسسات وكل الأفراد عندما يكون الموضوع عام يكون موضوعا عاما ومتاحا للجميع دكتور ماهر الآن المعرفة هي قوة صحيح وكثير من النظريات حتى في العلاقات الدولية من يملك المعرفة يملك القوة وبالتالي الآن تتسابق الدول بلغاتها حول العالم إلى أن تفرض معرفتها وقوتها على شبكة الإنترنت حتى تكون متمكنة من المعرفة ومن القوة والوصول إلى القوة الآن أهمية أن تفرض اللغة العربية بقوة عبر شبكة الإنترنت ونفرض أيضا المعرفة العربية تمام دكتورا لانا اللغة العربية لغة شائعة جدا في العالم ككل هي سادس لغة رسمية حسب منظمة لينوسكو والأمم المتحدة منذ عام 1973 اعتبرت لغة عالمية واللغة العربية الآن يتحدث فيها 26 دولة كلغة رسمية ليس فقط 22 دولة عربية أنا أتحدث عن 26 دولة بالعالم تتحدث باللغة العربية كلغة رسمية هذا أولا ثانيا اللغة العربية لغة سهلة سهلة التناول ويمكن أن تغير في بنيتها حسب المسجدات الحديثة يعني هي مطواعة نسميها لغة عربية مطواعة بمعنى أنها تستوعب كل ما يمكن إدراجه تحت التكنولوجيا لذلك الآن كل الدول تتنافس فيما بينها في عمل محتوى إلكتروني باللغة التي يرونها مناسبة لكن من حسن حظنا في أن اللغة العربية الآن دول أجنبية الآن تصيغ محتواها الإلكتروني للتسويق لمنتجاتها باللغة العربية ولذلك أصبحنا الآن ننافس نحن هذه الدول في أن يكون على شبكة الإنترنت محتوى إلكتروني سواء ما يخص قطاع التعليم وهي القطاع الواسع الذي يجب أن يستخدم فيه تستخدم فيه التحول الرقمي والرقمنا والمحتوى الإلكتروني بالإضافة لشركات الاستثمار التي تستثمر الآن لأنه يكون في إلها زبائن في مختلف العالم واللغة العرب ولذلك أيضا هناك في آخر إحصائية ديرتوري لانا ما يزيد عن 500 مليون متحدث باللغة العربية رسميا متحدث فيها رسميا ولذلك الآن التنافس فعلا على أوجهي ولكن هذا يتطلب طبعا إمكانيات ما بين الدول يعني الدولة التي تمتلك الإمكانيات لتحويل هذا الدخول في ضمن الرقمنا هي التي يكون لها السبق الأكبر والحصول على نتائج أكبر ففعلا التحول للرقم الآن وفي وجود الذكاء الاصطناعي الآن الحديث أصبح تحتاجه كل الدول حقيقة هو سوق مفتوح دكتور مهر لكن يعتمد هذا السوق صحيح في طلبه عرب زي السوق العادي لكن يعتمد أيضا على وعي المتلقي واللي برتاده وثقافته وعلمه وفكره حتى ينتقي من هذا السوق الآن إذا ما نظرنا إلى المحتوى العربي بشكل كامل على شبكة الإنترنت المرقما نستطيع أن نقول هو نسبة ضئيلة للأسف كما دخلت أنا وقرأت بعض من الإحصائيات لا تتجاوز الثلاثة بالمئة لكن الشيء المفرح والجانب الآخر بأن الأردن هو الذي يحتل 75% من المحتوى العربي على شبكة الإنترنت دكتورة هذا الأمر لوجود بعض التحديات التي تواجه مشكلة المحتوى الإلكتروني ولذلك نحن نفخر في الأردن وفي معلومة أيضا دكتورة لانا في عنا بالأردن جمعية حوسبة اللغة العربية جمعية حوسبة اللغة العربية والمحتوى الإلكتروني العربي على شبكة الإنترنت هذه الجمعية تأسست عام 2012 بمبادرة من أساتذة وأكاديميين ومختصين بالحوسبة وتقوم بعمل جبار جدا وعمل كبير جدا وهذه كان لهم نسبة كبيرة من رفع النسبة إلى 75% حقيقة يعني كم الأردن مبكرا صحيح اكتشف أهمية وعمل عليها على رقمنة اللغة العربية صحيح وإذا بتذكري دكتورة من بثق عنه اجتماعات مطولة بمؤسسة ولي العهد نعم صاحب السمو في الاهتمام بمشروع اللغة العربية نصبك 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 بث كل الأمور هاي عن طريق الجامعات ومجمع اللغة العربية في الأردن نعم وامتحانات الكفاءة المعرفية لطلبة الدراسات العليا في الأردن هذا كل قاد إلى نسبة 75% التي تفضلت فيها قبل قليل لذلك يعني الاهتمام المبكر هذا سيقود بإذن الله إلى نتائج مبكرة نعم وقاد إلى نتائج مبكرة حقيقة في أن الجامعات الأردنية في منها وصل إلى تصنيف عالمي مميز جدا بناء على هذا الذي نتحدث فيه نعم الآن رقمنة اللغة العربية ما بين الجدوى وما بين المحتوى دكتور ماهر شيء ضروري جدا هل ممكن أنه يعني نزيد جدوى استخدام والدخول إلى اللغة العربية كيف لنا أنه نزيد فعلا من هذه الجدوى هل نحتاج إلى وقت طويل أين نحن كلغة عربية ما بين المحتوى وما بين جدوى هذا المحتوى أول خطوة الثقافة الثقافة نشر ثقافة المحتوى الإلكتروني العربي بين الفئات كلها بدءا من المدارس في وزارة التربية والتعليم طبعا ثم الجامعات ثم المؤسسات العلمية والفكرية والثقافية في الأردن نعم يعني هذا أكبر تحدي الآن يواجه مسألة الرقمنة والمحتوى الإلكتروني العربي إعطاء دورات عن المحتوى العربي الإلكتروني في الجامعات في المؤسسات إلى آخره لكي يتعرف الجميع على أن هذه الثقافة الآن أصبحت لازمة وضرورية في كل مؤسسة سواء تجارية علمية تربوية بذلك يجب الآن أنه صحيحنا نسبة 75% في الأردن لكننا نتحدث بالأردن وفي العالم العربي تمام أيضا العالم العربي يحتاج إلى هذا للوصول إلى نتائج نضاهي فيها الدول الغربية والأجنبية في أنه فعلا في محتوى إلكتروني عربي ذو جدوى والجدوى اللي بنقصد فيها إحنا أنه يجب أنا كجامعة أني أستفيد من هذا المحتوى العربي الإلكتروني يجب أن أستفيد أنا كمؤسسة تجارية معينة مستثمر معين مؤسسة تربوية مؤسسة فكرية ثقافية يجب أن تستفيد من هذا إذا لم يترك دكتورة لانا المحتوى الإلكتروني العربي أثره على الجهة المستخدمة ما كان ذا المحتوى ذا جدوى طبعا فأنا اللي بحدد إذا كمستخدم هاي الجدوى وكيف أتعامل مع هذا المحتوى بالطرق الإيجابية نعم هل تواجه رقمنة اللغة العربية ومحتوها على شبكة الإنترنت أو أي مكان آخر إلكتروني هل تواجه من يعاديها ويحاربها نعم حقيقة يجب أن نعترف نعم وهذا يعود إلى الثقافة دكتورة لأنه من ضمن التحديات التي تواجه الرقمن والتحول الرقمي التقليديون التقليديون ما زالوا يواجهون عقدة التعامل مع التكنولوجيا التطور التطور يعني بمعنى الذين يؤمنون بالورق أي وورق يعني بمعنى إذا كان الكتاب اللي أنا بدي أقرأ فيه متوفرا على شبكة الإنترنت نفس الكتاب بكل تفاصيله لا أنا لازم أقرأ منه بشكل ورقي أيضا الأمر الثاني قضية الثقة دكتورة اللي تحدثنا فيها قبل قليل بعضهم يتخوف من هذا لكن كما قلنا في حل هاي الإشكالية بالمراقبة وما أثرنا قبل قليل طبعا هؤلاء يعني لديهم حس معين أو ثقافة معينة أنه لا يمكن أن هذا يؤدي الغرض اللي بيؤدي النظام التقليدي أو التخزين التقليدي للفكر إحنا يجب أن نضيف هنا أنه إحنا حتى الأرشف الآن الأرشفة تحتاج إلى أرشفة إلكترونية يعني الأرشفة عفوا في الدوائر الحكومية في الوزارات في المؤسسات في المكتبات حتى مكتبات الجامعات الآن مراكز المخطوطات والوثائق كلها الآن صارت تعتمد على المحتوى الإلكتروني بذلك لا غنى عن المحتوى الإلكتروني كم هذا يلعب دكتور أيضا في قضية التوثيق صحيح قضية التوثيق قضية هامة جدا حتى تؤسس لأجيال قادمة صحيح إذا ما أردنا أن نفكر بخطط استراتيجية على مدى بعيد بعيد جدا صحيح وهذا يمكن أيضا الدولة من امتلاك القوة لأنه قبل قليل أنا قلت بأنه المعرفة هي قوة من يمتلك المعرفة هو من يمتلك القوة دكتور الآن أنتم كأساتدى جامعيين وجامعاتنا الأردنية الآن خطط خطوات واسعة جدا في قضية الرقمنا الآن كم هو المسؤولية الملقاة عليكم كأساتدى جامعيين بأن نواحي هالأجيال التي تدرس في جامعاتنا طلابنا أبنائنا بأهمية اللغة العربية نحن نريد مثلا أن عندما تسأل أي طالب ماذا ستدرس يقول لك اللغة العربية نعم نادرا ما أسمع هذا التخصص اسمح لي نعم أن يقول طالب أنه لا أريد أن أدرس اللغة العربية نعم أول شيء دكتورة ما دوننا نتحدث عن حوسبة وتكنولوجيا ووسائط نقل معلومة حديثة جائحة كورونا عندما حلت وإن شاء الله ربنا ما يعيدها كان لها أبعاد إيجابية صح لها أبعاد سلبية كثيرة لكن كان لها أبعاد إيجابية في التعليم عن بعد هذا دفع كثيرا من الأساتذة الجامعات في الدخول إلى التعليم المدمج الإلكتروني طبعا فصار فيه منصات تعليمية الآن إحنا كأساتذة الجامعات لدينا مواد تتعلم عن بعد وهذا من وزارة التعليم العالي يجب أن يكون هناك مواد ضمن التعليم المدمج يكون هناك مادة في محتوى إلكتروني للمادة يدخل عليه الطالب يقرأه يدخل مع أستاذه على المادة في استفسارات معينة ممكن يسأل عن أي قضية معينة والاهتمام باللغة العربية دكتورا ما تتفاجأي ولا تستغربي الآن في عدد كبير جدا في الجامعات الأردنية يعني نحن لدينا في جامعة مؤتة ما يزيد عن 600 طالب بدرس لغة عربية طالب وطالب هذا في برنامج البكالوريس لدينا مجموعة عدد كبير من طلاب الدراسات العليا الاهتمام في اللغة العربية ربما بس بالدحكة شغلي طريفة جدا لدينا طالب في مرحلة الدكتوراة حاصل على بكالوريس في الهندسة الآن على مقاعد الدراسة عمره 90 عاما وهذا لم تحصل في جامعة عربية وحتى التلفزيون الأردنية مشكور يعني بيشتغل على برنامج حتى يتحدث عن هذه الشخصية 90 سنة وهو مهندس بالأصل والآن على مقاعد الدراسة في جامعة مؤتة في قسم اللغة العربية وعدادها يدرس اللغة العربية في مرحلة الدكتورا في مرحلة الدكتورا نعم مرحلة الدكتورا 90 عاما ويعني الآن بكل قوى العقلية وأموره ويقوم بالواجبات التي يكلف بها يعني شيء عجيب فهذا صوري مهندس وبهذا العمر يدرس اللغة العربية لأن القضية إذن هنا مش قضية أنه أنا أبحث عن وظيفة واللغة العربية بدي أدرس عن اللغة عربية كذا لكن هذا مثال على هذا السؤال رائع جدا هل لدينا تخوف على الجيل العربي القادم أبنائنا فيما يتعلق بالبعد عن اللغة العربية نحن نريد الانفتاح وتعلم اللغات الأخرى كمصدر قوة إلينا لكن بنفس الوقت هي لغتنا يجب أن نكون فعلا من الشعوب والأمم التي تحافظ على لغتها وتعتز بها الآن ما بين تعليم اللغات خاصة للأجيال الصغيرة جدا هناك يعني افتخار بأنه يتحدث اللغات الأخرى نعم وآخر شيء ينتبهون إلى تعلم اللغة العربية بطريقة لغة عربية بالتشكيل وبالقواعد وما إلى ذلك ما هو الدور الملقى على عتقنا نحن كأسر عربية في مختلف أنحاء الوطن العربي هو حقيقة دور كبير جدا يبدأ من الأسرة صحيح ثم المدرسة صحيح ثم الشارع ثم الجامعة الآن نحن بحاجة إلى تيسير قواعد اللغة العربية هذا أول شيء أشكرت على إثارة هذه النقطة يعني السهولة والتيسير وعدم النفور منها أيوة وأنا ما أنفر هذا يعني أنا أريد أن أقول لك دكتورة لانا إحنا وإحنا صغار بالعمر تعلمنا على ضرامج التلفزيون الأردني للأطفال لأتي كانت تلقى باللغة العربية السليبة السلسة السهلة صحيح ولذلك التخوف موجود دكتورة تحديات موجودة جدا لكن تبدأ بالأسرة الأسرة نعم أنا أعلم ابني لغة إنجليزية ما فيما يمنع أنا أولادي الآن بدورة لغة إنجليزية لكن ليس على حساب اللغة العربية للأسف الآن نحن منواجه مشكلة كبيرة جدا في طلاب يدخلوا مدارس كلها إنجليزية الآن هذا الطالب صعب يتأقلم ولا بأي نقطة باللغة العربية هل سيواجه مشكلة مثل هذا الطالب في المستقبل؟ نعم سيواجه مشكلة كبيرة جدا وهذا أنا أتعامل فيه مع طلابنا في بعض الجامعات الآن لما يكونوا انتقلوا من هذه المدارس للجامعات صعب يعني ينجح في مادة بسيطة جدا لأساسيات اللغة العربية فالتخوف موجود تحديات موجودة لكننا الآن في جامعاتنا الأردنية للأمانة نعم نقوم بعمل جهد كبير جدا في إلغاء هذه الفجوة يعني لما يدخل الطالب في مواد أساسية معينة في سهولة وتيسير في التعامل في هذه المواد بمصطلحاتها بما مسمياتها طبيعة حتى الأسئلة التي تقدم للطلبة نعم نشوف نقاط الضعف وين نقاط القوة وين حتى نستطيع أن نعالجها الآن إحنا أعطيكي مثالا في جامعة مؤتة مثلا للناطقين بغير اللغة العربية طالب طالب فلبيني طالب كوري طالب أندونيسي اللي بدرسوا عنا في جامعة مؤتة الآن نتعامل معهم بالمحتوى الإلكتروني اللي تحدثنا عنه بتعليمهم اللغة العربية عن طريق المرئي والمسموع المرئي والمسموع يعني بيحضر فيلم معين باللغة العربية الفصحى لما بيحضر شيء محوسب فلذلك هاي الطرق الآن بتستخدمها الجامعات ونحن نستخدمها الآن في جامعة مؤتة وجدنا لها ثمارا كبيرة حقيقة وهذه التجربة يمكن أن نسقطها أيضا على الأطفال صحيح السماعي في تعلم اللغة العربية 100 بالمئة بقواعدها اللغة العربية اللغة العربية وليست اللهجات 100 بالمئة هي التي يعني الطريق الوحيد الممكن فعلا نحبب أطفالنا ويصير أكتر يسرا صحيح وسهولة الآن أعطيه قصة إذا أريد أن يقرأها ويشوفي يصير ملل هو يقرأ فيها ولكن لما تعرض نفس القصة على شاشة التلفزيون السماعي تشوفي الجذب والانتباه وكذا ومزبوط أنا أريد أن أشكر حضورك في برنامج بيت للكل الأستاذ الدكتور مهر مبيضين وحضرتك عميد لكلية الأداب في جامعة مؤتة أهلا ومرحبا فيك في برنامج بيت لألكول شكرا شكرا لحضورك